بسم الله الرحمن الرحيم هذه التجربة يسمونها تجربة أنصاف التفاعلات نبين نقارن بين ثلاث فلزات الفلز X والفلز Y والفلز Z ونشوف منه أكثر نشاط فيهم لاحظ شغلة أنه مو شرط X يكون هذا يعني ممكن أحط لك هنا أي فلز مو شرط Y يكون هذا فرح أغير لك الفلزات باستمرار لأنه حسب المتوفر في المدرسة وغير لك المجاهل بحيث أن أنت ما تدري من الفلز اللي قاعد تشتغل عليه ولكن التجربة جدا سهلة لأنني بصب حمض الهيدروكلوريك على هذه الفلزات وشوف شلون تفاعلها هل هو تفاعل سريع ولا تفاعل بطيء شكثر تطلع فقاعات شوية ولا وايد ولا ماكو تفاعل أصلا فتعالوا خلونا نشوف شلون راح نطبق هذه التجربة أول شي بسوي أنه راح أخذ من كل فلز شوية وحطه في أنبوبة من الأنابيب أبيك تلاحظ شغلة أنك سواء خذيت الفلز هذا بالقفشة أو خذيت أبيدك فما عندك شنو مشاكل هذا حمض الهيدروكلوريك واخذتنا شوية من الفلز X وحطيته في الأنبوبة الفلز Y حطيت منه شوية في الأنبوبة والفلز Z حطيت منه شوية في الأنبوبة الحين راح أصب عليهم حمض الهيدروكلوريك هذا أول واحد مثل ما أنت شايف على طول صار تفاعل بنفس اللحظة وطلعت فقاعات وايد وايد فهو تفاعل سريع تكتب تفاعل سريع وشديد وظهور فقاعات كثيرة هذا اللي رايح تكتبه يلا عاد دقلوا بعد ثاني الحين الفلز Y لما صبينا عليه الحمض ما صار تفاعله بنفس الثانية مو نفس اللي قابله لكن لو صبرنا شوي وعطينا فتشة وقعدنا ندقق ونطالع راح نكتشف أنه شوي شوي قاد تظهر فقاعات شوي شوي قاد تظهر فقاعات هذه إيد المحظر شديد ما يدري أنه في تصوير الظاهر ما ندريش غصتها المهم أنه في شوية فقاعات ها وهذه الفقاعات قاعد تزيد باستمرار معناته هناك تفاعل لكن هل التفاعل سريع؟ لا التفاعل بطيء فالتفاعل يحدث تفاعل لكنه تفاعل بطيء فرح تكتب أنت بالورقة يحدث تفاعل بطيء وتتصاعد فقاعات مثل ما أنت شايف الآن بيّنت الفقاعات صح لا مصح؟ بيّننا في شنو فقاعات وتصاعد غاز اللي هو غاز الهيدروجين لأن الحمض لما يتفاعل مع الفلز يتصاعد غاز الهيدروجين آخر واحدة أخذنا منها اللي هي الزيد وصبينا عليها الحم ونشوف أنه ما صار شيء كلش صبرنا عليها نطرنا يا بنت الحلال يلا لو تفاقية واحدة تطلع يعني ماكو شي تشوف الشون صافي جدا مافي أي فقاعات إذن في هذه الحالة لا يحدث تفاعل في هذه الحالة لا يحدث شنو؟ تفاعل عقوب ما سجلنا مشاهداتنا يعني كتبنا عند X تفاعل سريع وظهور فقاعات كثيرة عند Y تفاعل بطيء وظهور فقاعات عند Z لا يوجد تفاعل راح نقارن بينهم من الأكثر نشاط في هذه الفلزات الثلاثة؟ في التجربة اللي تونا شفناها كان الأكس طبعا هذا مو شرط يكون دائما هو الحال يعني عادي يطلع وياك أنت لما تسوي تجربة يطلع ال Y أو هو أسرع واحد تفاعل أو هو أكثر واحد شنو؟ طلع فقاعات ففي حالتنا توى الأكثر نشاط هو ال X ثم ال Y وأقلهم نشاط كان منه Z هذه الفلزات كلها عدد تأكسودها موجب 2 بمعنى تفاعل الأكسود اللي صار لكل هذه الفلزات اللي توى سويناها كان أن ال X فقد الكترونين وأصبح X موجب 2 صار كتيون وال Y نفس الطريقة وال Z نفس الطريقة فلو يتك أنا وقلت لك يا الحبيب اكتب لي نصف تفاعل الأكسودة مال X تكتب لي هذه إذا قلت لك اكتب لي نصف تفاعل الأكسودة مال Y تقول لك ها هو إذا Z راح تقول لي هذه يارب تكون استفدتوا والحمد لله رب العالمين